تمر الأيام في تعز وتتبدل مشاهدها يذهب محافظ ويأتي آخر لكن يبقى الوضع الأمني والإنساني دون أي حل واضح هكذا هو حال المحافظة المحاصرة التي تعددت بداخلها الأزمات وارتفعت فيها معدلات الضحايا إما بسبب القصف الذي تشنه ميليشيا الحوثي أو نتيجة الفراغ الأمني الذي شمل معظم مناطقها جرائم عديدة ترتكبها عصابات مجهولة كل يوم وأساليب جديدة تبتكر للقتل وغياب طويل لأجهزة الشرطة والأمن كما يروي ذلك المواطنون وهي دائرة تعيشها تعز منذ بداية حرب الانقلاب وحصار المدينة في جديد الأحداث قتل شخص وجرح آخرون إثر تفجير استهدف سوقا شعبية في وسط المدينة وبحسب المصدر فقد قامت الأجهزة الأمنية بتطويق المكان وبدأت التحقيق فيما لم يصدر أي تعليق رسمي حول الحادثة لا يسقط الضحايا في تعز جراء العمليات الإرهابية فقط بل إن المدنيين يسقطون أيضا جراء الاشتباكات بين العناصر المسلحة حيث استشهد مدني وقتل مسلح آخر جراء مواجهات بين عناصر مسلحة وسط مدينة تعز المواجهات النارية أدت أيضا إلى إغلاق المحال التجارية وإثارة الهلع في أوساط المواطنين مراقبون ذهبوا للقول إن الانقسام الحاصل بالمحافظة أدى إلى الفوضى في الجانب الإداري بمعنى أن كافة جهات الأمن والجيش والخدمات تعمل بشكل منفصل وهو ما وسع من الفراغ الأمني فيما يجد آخرون أن عدم وجود المحافظ في تعز بالإضافة إلى غياب دور السلطة المحلية فاقم كثيرا من الأزمة